أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة الذهب والفضة على أي حال كانت هذه فإنها تجب فيها الزكاة لقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الحديث وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقودا أو تبرا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب أي سواران غليظان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة السوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله رواه أحمد وأبو داود والنساء والترمذي قال في بلوغ المرام وإسناده قوي وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتم من ورق تعني من فضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتوا الدين زكاتهن قالت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال على شرط الشيخين وقال ابن حجر في التلخيص على شرط الصحيح قال ابن دقيق على شرط مسلم فهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان مدخرا أو كان مستعملا كما هو الحال في حلي النساء فحلي النساء القول الصحيح فيه أنه تجب فيه الزكاة ولو كان مستعملا لو ليس يعد من متاع الدار أو مما يستعمله الإنسان من الأواني أو السيارة أو نحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة أما الحلي فإن النصوص واضحة في وجوب الزكاة على المسلمة في حليها فما هو النصاب الزكاة لا تجب في الذهب حتى يبلغ نصابا والنصاب هو عشرون دينارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا رواه أبو داود والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا وزنة المثقال أربعة غرامات وربع فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه فإذا كان عند المسلمة خمسة وثمانين غراما ذهبا فإنه يجب عليها الزكاة لأنها بهذا قد ملكت النصاب فتجب الزكاة في النصاب وما زاد عليه ومقداره ربع العشر ومقدار الزكاة في هذا النصاب ربع العشر بحيث أنك أخي أو أختي المسلمة تقوم هذا الذهب بقيمته السوقية وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة فتنظر ما قيمته في السوق وقت وجوب إخراجك للزكاة فإذا كان عندك مثلا مئة جرام يعني أكثر من النصاب فإنك تنظر ما قيمة المئة جرام اليوم عندما تريد إخراج الزكاة كم قيمة الجرام فيقال تسأل المختصين في ذلك فيقال مثلا الجرام بمئة ريال فإن المئة غرام قيمتها عشرة آلاف ريال فتخرج ربع العشر ربع العشر من هذا المبلغ ما هو؟ هو مئتان وخمسون ريالا العشرة آلاف ربع العشر فيها مئتان وخمسون ريالا أي في كل ألف ريال في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالا فانظر أخي ما قيمة هذا الذهب وقت إخراج الزكاة فتجب فيه قيمة الزكاة بمقدار ربع العشر وبالدراهم في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالا والفضة أيضا تجب فيها الزكاة ولا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ نصابا والنصاب هو خمس أواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة متفق عليه والأوقية أربعون درهما إسلاميا فيكون النصاب مئتي درهما إسلامي والدرهما سبعة أعشار مثقال سبعة أعشار مثقال فيبلغ مئة وأربعين مثقالا فيبلغ مئة وأربعين مثقالا وهي بالغرام والنصاب بالغرام المتعارف عليه الآن خمسمائة وخمسة وتسعون غراما خمسمائة وخمسة وتسعون غراما فإذا ملك المسلم فضة بمقدار خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فقد ملك النصاب فتجب عليه الزكاة فتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول هذا الذهب أو هذه الفضة إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب وجبت الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمته فتقيم هذا النصاب أو ما زاد عنه بالقيمة السوقية للغرام وقت إخراج الزكاة فإذا قيل مثلا القيمة السوقية للغرام الواحد من الفضة كما أسلفنا ريال واحد ريال واحد فهنا إذا ملكت أخي خمسمائة وخمسة وتسعون أو أكثر فتضربها في قيمة الغرام ثم تخرج الزكاة من إجمال القيمة فإذا ملكت مثلا ألف غرام ألف غرام فأنت مالك أكثر من النصاب فما قيمة هذا الألف اليوم نقول كما أسلفنا ريال ألف ريال فتخرج خمسة وعشرين ريالا هذه هي الزكاة وعلى مثل ذلك فقس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر